ترجمة نانسي قنقر انطلاقا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تشهد العلاقات تطورا مستمرا على كل المستويات نظرا لامتداد العلاقات جذورها على مدى التاريخ لما تحمله من سمات نوعية في مختلف أبعادها ويعكس مدى عمق وقوة العلاقات البحرينية السعودية التي باتت ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك التي صنعها ورسخها الأجداد بوحدة وقوفهم في مختلف الظروف علاقات مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية تتنوع وتتشعب حتى أصبحت عصية على التوصيف لعمقها الذي يتسم بالمحبة والتقدير المتبادلين ولمست جوانب الحياة عامة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية فمع تطور الزمان وتطور الحياة تزداد الفائدة بين الشعبين من مردود هذه العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية حتى أصبحت نموذجا لباقي دول العالم فتاريخ العلاقات الأصيلة التي تربط البلدين الشقيقين وما تحمله من أواصر الأخوة والمصير المشترك تعتبر نموذجا في العلاقات والتعاون بين الدول هذا المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات ما هو إلا نتاج إرث أوصان به خيرا الأجداد والأباء لتعميقه في وجدان ونفوس شعبي كلا البلدين وهما يحرص عليه جلالة الملك المفدى وخادم الحارمين الشريفين حفظهم الله على استمرار العمل به وتجسيده واقعا في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك مملكة البحرين حرصت دوما على توطيد هذه العلاقات مع شقيقتها السعودية وفتح مجالات أوسع للتعاون سواء في الإطار الثنائي أو على مستوى مجلس التعاون فرفع مستوى التمثيل في المجلس التنسيقي المشترك إلى أولياء العهود بالبلدين الشغيغين يعد خطوة كبيرة وجديدة وما هو إلا دليل على حرص القيادتين الحكيمتين على تنمية وتطوير العلاقات الأخوية ونقلها إلى مستويات متطورة تتناسب مع الظروف والمعطيات الراهنة وبما يمكن البلدين من تحقيق مصالح أبناء الشعبين وتطلعاتهم وأمالهم الخيرة في مستقبل أكثر إشراقاً بما يعود بالخير والنفع على أبناء الشعبين الشقيقين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين